اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بير والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا محروما إلا أعطيته ولا محروما إلا أعطيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور وسعيٍ مشكور وعملٍ صالحٍ متقبلٍ مبرور يا عزيز يا غفور اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوة يا منتهى كل شكوى يا ربنا ويا خالقنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله أن تُنجِّينا من النار اللهم نجِّنا من النار اللهم أجِرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم حرمنا على النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين واجعل من هذه الدعوة لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وعلمائنا ومشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وبغي الباغين يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى واخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم وارزقهم الرحمة وارزقهم الرحمة على شعوبهم وعلى مواطنيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين ويحاربون الكتاب والسنة اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم زلزلهم اللهم زعزعهم اللهم دمِّرهم تدميراً اللهم دمِّرهم تدميراً يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين